وخلينا نبدأ معك كده من المونديال ونبدأ على طول من مباراة الدحيل وشايفها ازاي فنية أكيد طبعا بحب أبارك لكل جمهوري النادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي وكادة كابتل محمود الخطيب ولينا عايز أتكلم فيه برضو أن النادي الأهلي دايما بيمثل مصر في المحافل الدولية النادي الأهلي بيلعب باسم مصر وبيلعب في بطولة من أهم البطولات على مستوى العالم أنه وصل كاس عالم الأندية أنا بشوف أن دي حاجة إيجابية للعيبة تحسب للعيبة وتحسب للمجلس دارة النادي الأهلي وتحسب للجهاز الفني وبنشوف الاستقبال الرائع من جماهير النادي الأهلي في قطر وزي ما بقول لحضرتك هو ده أكبر مكافأة كامان يا كابتل معنا صورة على الهوى من مقر بعثة الأهلي ده دلوقتي بيحصل ده اللعيبة هي رايحة التدريب طبعا وبنتمنى طبعا أن هم يعني إحنا شايفين قد إيه هم عاملين مجود كبير منه هم هنا في القاهرة ويمكن دايما يا كابتل بقول أنه موسيماني مذاكر كويس جدا الفريق وكل ما بيكلمونا من هناك من البعثة بيقول له موسيماني قعد 24 ساعة بيذاكب لأنه هو في الطيارة ونزل من الطيارة شاف الترحيب قال أنا ما شفتش نادي في العالم عنده جماهير جوه وبره زي النادي الأهلي عشان كده زي ما بقول له حضرك النادي الأهلي لما بيصنف عالميا هو بيصنف من البطولات دي بيصنف من حجم البطولات اللي بيقدر يحققها على مدار السيزن وأنا زي ما بقول دايما أن دي من أهم البطولات كدوري أبطال أفريقيا أن أنت بتتربع العرش الكرة ودي أكبر مكافأة للعيبة والجهاز وحتى لكيان النادي الأهلي أن أنت توصل لكاس عالم الأندية وتلعب في أي بلد من البلاد يمكن كانت ظروف صعبة لكاس عالم الأندية اللي كان في اليابان فرق التوقيت ده كان مؤثر على اللعيبة بشكل كبير جدا لكن البطولة أنها تبقى في قطر وتبقى في مواعيد تتناسب حتى مع النوم بتاع اللعيبة فكمان إضافة كبيرة جدا أن أنت عندك مجموعة من اللعيبة عندها المسئولية وعندها من الخبرات ومن القدرات أنها تبقى جديرة تحمل اسم النادي الأهلي في احتفالية كبيرة ووصول لكاس عالم الأندية أكيد طبعا أنت فيه كابتن أحمد عادل يعني شوفنا اللعيبة معديرة حين التدريب كابتن علي معلول كابتن مروان محسن كل اللعيبة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية كله لابس الكمامة هناك يا كابتن يعني عشان نوضح برضو للناس ممنوع أي حد أي حد يدخل للبعثة أو أن هم يقابلوا أي حد في إجراءات احترازية على أعلى مستوى هي بطولة مهمة أن أنت ما تفقدش حد ما تفقدش حد من اللعيبة أنه يحصل له مثلا فيروس كورونا يجي له المرض أو حاجة لأن أنا بقشوف أن اللعيب النادي الأهلي دلوقتي وصاروا حتى النفس وصاروا النادي أن هم يقدروا يحفظوا على اللعيبة بالشكل والإجراءات الاحترازية دي ده مهم جدا لأن البطولة أنت محتاج اللعيبة كلها لأنها بطولة مهمة مباريات قوية جدا أنت محتاجة كل لعيب كجهاز فني أو مستر موسيماني أو محتاج كل اللعيبة النهاية تبقى موجودة وخصوصا أنت في التوب فورم دلوقتي بتاعك كنادي الأهلي أو اللعيبة النادي الأهلي فمهم جدا أن أنت كلعيب أو كمسؤولين عن التنظيم أن أنت تحافظ على اللعيبة دي لأن أنت هتحتاج كل لعيب أكيد في المباريات اللي جاية وخصوصا أنها مبارات صعبة ومش مبارات سهلة